الحزبة صعبة على كل مستوى طبعا كل التوفيق لمنتخابنا بكرة عندهم مواجهة مهمة مواجهة صعبة اختبار حقيقي لروي فيتوريا في مواجهة الجزائر بكرة ان شاء الله المباراة تتلعب الساعة 7 وليها حظها ونصيبها طبعا هنتكلم نهاردة انه يهمنا جدا جدا المباراة دي لانها تعتبر واحد التجمع ده او المعسكر ده هو المعسكر الاخير لمنتخب مصر قبل ما يبدأ رسميا مشواره فيه تصفيات كاس العالم يوم 13 ان شاء الله بمواجهة جيبوتي فنهمنا نطمن لانه اللي فات ما يطمنش انا بتكلم بمنتخب الصراحة الشكل اللي ظهر عليه المنتخب في المرحلة الاخيرة هنش بكلم على مطش زاميا تكلم على المرحلة الاخيرة مع زاميا تونس غينيا اثيوبيا اخر 4 مطشات تحديدا لفيتوريا مع منتخب مصر يعني ما تحسش مش هي على اقل نفس بداية روي فيتوريا مع المنتخب واحنا كنا متفقين من الاول انه صعب جدا تقايم فيتوريا كمدير فاني المنتخب مصر من مطشين ثلاثة وخصوصا انه تولى المسئولية في يعني في ظروف اعتقد سهلة نسبيا مجموعتك فيه تصفيات امم افريقيا ما كانتش بالصعوبة وبالتالي ما كانتش فيه تحدي حقيقي تبدأ التحديات الحقيقية اعتقد او بدأ التحديات الحقيقية من بداية الموسم ده وبكرة هو الاختبار الكبير الحقيقة لروي فيتوريا نتمنى انه المنتخب يظهر بشكل مختلف وجه مغايري طم من جماهي الكرة المصرية واحسسنا انه المنتخب استعاد شخصيته مرة تانية قصة مش قصة امكانات لعيبة وكمان مش قصة مدير فني على فكرة روي فيتوريا مدير فني محترم امكانياته كويسة وبداياته كويسة وفاهم كويس قوي حجمه وطبيعة المنتخب اللي هو متولي مسؤوليته ظهر ده من بداياته من نشاط الاوانية الرجل عارف انه منتخب مصر منتخب كبير وتاريخ كبير وورا شعبية وجماهيرية عظيمة جدا مستنيه دايما في منصات التتويج لكن ازاي ترجم ده قصة الحقيقة فيها كلام كتير كتن ومش هيحصل في يوم وليلة طبعا لكن في النهاية نتمنى له التوفيق بكرة